اعتراف جديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو بفشله وحكومته في فرض بديل لحركة حماس وإشراك الفلسطينيين في إدارة قطاع غزة اعتراف ضمني بأن حماس لا تزال تسيطر بشكل أساسي على القطاع في ذات الاعتراف يقول نتنياهو أنه أمر الجيش بالسماح للفلسطينيين في القطاع بالمشاركة في عملية إدارة الأراضي وتوزيع المساعدات لكن المحاولات باءت بالفشل حسب تعبيره وفي رد على انتقادات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن سلوك إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين بغزة قال نتنياهو إن إسرائيل تقاتل في رفح وحي الزيتون وجبالية وإن العمليات تجري بعد إخراج المدنيين الفلسطينيين وكان بلينكين قد أشار إلى أن تكتيكات إسرائيل تسببت في خسائر فاتحة بأرواح المدنيين الأبرياء لكنها فشلت في تحييد قادة حماس ومقاتليها مشددا على ضرورة خروج إسرائيل من غزة وعلاوة على الخسائر الكبيرة بأرواح المدنيين يرى وسط المفاوضات بين حماس وإسرائيل لا سيما قطر أن العملية العسكرية في رفح أعادت الأمور في مفاوضات وقف إطلاق النار إلى الوراء وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسرة ووقف إطلاق النار في غزة وفي وقت تقول فيه إسرائيل أن الهجوم على رفح سيزيد الضغط على حماس في مفاوضات إطلاق سراح الأسرة فإن الحركة أطلقت معارك جديدة في مناطق من غزة كانت إسرائيل قد أعلنت أنها حسمت المعركة فيها عدنان الدرويش ثلاثة عربي